ظاهرة تأخر الجواز والأعباء الاقتصادية والمادية اللي بتحيط بمنظومة الجواز كلها في البداية خصوصاً مع بالنسبة للشباب والفتيات وده اللي بيأثر على فكرة العنوسة أو ظاهرة العنوسة اسمحولي أرحب مع حضراتكم بالضيوف اللي منورنا في الستوديو الأستاذة نوها الجندي المحامية المتخصصة في شؤون المرأة أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً بحضرتك ودكتور الشريف عوض أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة منورنا خليني أبدأ دائماً لديز فرست مع الأستاذة نوها في رأيك إيه سبب في مسألة أولاً تأخر الجواز كظاهرة هل الموضوع بس هو نقدر نرجعه لفكرة ارتفاع تكلفة الجواز بصي هو في عدة عوامل قدت إلى كده مش هنحصرها كده لأن أنا خاصة في المحاكمة المصرية اللي بقت مليئة بدعاء والطلاق والخلاء والحاجات دي الشاب من ده لما بيجي يقدم على الزواج مثلاً يلاقي صاحبه ابن عمه قريبه وآخه حالات الطلاق اللي بتحصل قدامه يقولك طب أنا لو رحت تقدمت الوحدة ما أنا ممكن يكون مصيري زي مصير قريبي فموضوع حوار المغالاة أو الشاب كان هو عامل جزء من الأسباب آه من الأسباب بس أنا مش هو سبب الرئيسي اللي يوزوف الشباب عن الزواج أو الكلام ده لأ خالص ده في أسباب أخرى بتخلي الشباب نفسهم يقولك لأ طب وليه من ضمنهم القيمة يعني مثلاً يجي واحد يقولك أنا هجي قمضي على قيمة من قولات ما أنا مصري السجن هتخلي في الموضوع ده كله من أوله لآخره بالضبط لا وخاصة إحنا زي ما أنا قلت لحضرتك الأجيال بتاعت زمان جير دلوقتي إحنا دلوقتي أصلاً الأجيال بقت متربية على عدم الفهم والإدراك يعني إيه حياة زوجية بقت البنت خلاص أنا مفكرة الحياة الزوجية حياة وردية الولد نفس الكلام إن أنا حنهذر أنا ومراتي بمخدريش وشأل لأ ده بيصدموا بالحياة بيديوهات الفيسبوك دي منتشرة بالضبط بالمفرامة فهم ممكن برضو هنرجع برضو موضوع المغالاة في المهور ده حقيقي فعلاً يعني مثلاً إنت كشاب جيت تتقدم لبنت البنت مثلاً أهلها طلبوا منك شابكة بمبلغ كذا هو فوق طقته أبلود عليه جداً إن هو يدفع المبلغ ده فيقولك طب أنا هعمل إيه فأنا أخر شوية لغاية ما يجي معا المبلغ ده فالسن بيتقدم به هكذا الفتيات ممكن يكون أهلها مش قادرين وكانت الفترة اللي فاتت لو حضرك شفت حوار الغارمات عشان نتيجة بتجهز أبنائها فممكن يكون عندها بالتلات والأربع بنات فمش عارفين فيقول ممكن العامل الاقتصادي السبب من ضمن الأسباب اللي بتخلي حوار الجواز بقى موضوع صعب